ترأس وزير الخارج يسمح شكري اجتماعاً افتراضياً لهيئة مكتب الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي وخلال الاجتماع استعرض شكري أبرز ما تحقق خلال مؤتمر المناخ من نجاحات هيستوساهم في الإبقاء على عمل المناخ كأحد الموضوع عظلة الأولوية على السحة الدولية وأشار إلى خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخ التي أقرها المؤتمر بجانب اعتماد برنامج عملي لتخفيف تداعيات تغير المناخ